اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم بيت القصيد في حلقتنا نستضيف شاعرا جمع بين حب الصحراء وحب كل من كتبها شعرا لتخدمه الإنسانية وتعرف أن في تلك الديار رجالا انصهر ترواحهم في حب اللغة العربية الفصحى فكان القرآن خلقهم والعربية ميزان الحكم وأم القيمة وليس غريبا أن موريتانيا تعرف ببلد المليون شاعر نرحب بضيفنا من موريتانيا معنا هنا في الأستوديو الأستاذ الخليل محفوظ أنداش أهلا بك شاعرنا الحبيب الأستاذ خليل حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أهلا بكم وأنا لا أعتبر نفسي ضيفا أو غريبا على بيت القصيد وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة وهنيئا لكم على مجهوداتكم الرائعة وما تقومون به خدمة للقصيدة العربية وللغة العربية بشكل عام ولأهلها ومتذوقها يا سلام نحن الأكثر سعادة للأمانة بوجودك معنا يا خليل وأنت الشاعر صاحب الحكمة العالية والقيمة الممتدة جذورها في تراب التاريخ الذي نعتز به فكرة أن شاعرا من بلاد شنقيط أو شاعرا من موريتانيا التي يعتز بها أهلها ويعتز بها العرب وأجمعون والمسلمون كذلك وبناء المشهد والتمسك بالجذور وانعكاسها على تجربتك إنسانا وشاعرا وشخصا ناجحا كلمنا عنك قبل أن تكلمنا عن وطنك وإن كنتما معا واحد شكرا مجددا على الاستضافة أنا أعتقد أنك أسرفت قليلا في وصفي بشاعر أنا لا أرى نفسي شاعرا وإنما نترك الحقول الجمع متشاعرا أو شعرورا قد أكون أنا موريتاني من مواليد ديسمبر 1990 ولدت في صحراء موريتانيا فأنا ابن الصحراء وأفخر بذلك جموري ضاربة في الصحراء تلقيت تعليمي مبكر كغيري من أترابي على يد الوالدة تعليم الأبشتية سور القصار من القرآن الكريم بعدها التحقت بالمدرسة النظامية وكنت أيضا أرتاد المحضرة مع التوازي مع المدرسة النظامية فعندنا في موريتانيا ما يسمى المحضرة وهي جامعات قد تسميها جامعات صحراوية أو جامعات أهلية توازي التعليم الجامعي فهناك من يتفرغ للمحورة بشكل كامل وهناك من يمزج بينها مع التعليم المدرسي المؤسسي فأنا كنت من الصنفة الثاني كنت درست في المحورة ودرست أيضا في التعليم المدرسي وطفولتي كلها كانت في موريتانيا نعم أنت متمسك يا الخليل بفكرة التراث الشعري الإنساني أو التراث الشعري الإسلامي وكذلك بتراث الشعري الذي كان في الجاهلية أو مختلف العصور التي مرت على صدر الإسلام وبعده الأموي والعباسي وصولا إلى الشعر في زمننا المعاصر أنت متمسك بالأصالة ما الدافع وراء ذلك؟ أعتقد أني كعربي وكبدوي أو ليقول كعربي هذا جزء من هويتي من تعريفي لنفسي أنا أرى نفسي هكذا أرأيت من يتخلى عن أصلي أو ينسلخ من جذري أو من يقتلع جذوره بيدي أنا أرى أني كعربي عروبتي تقتضي أن أهتم بهذا التراث العربي هذا جزء لا يتجزأ من كياني من كينونتي من وجودي فأنا أعرف نفسي هكذا أجد نفسي لا أرى أن العربية والتراث العربي سواء كان شعرا أو نثرا أو أي كان الصنوان لا ينفصلان كما قال المحل رضي عي لباني ثجئ من تحالفة بأسحى مداش عوض لا نتفرق فبانسلاخي من ثقافتي أو من تراثي الشعري أو ليأقول من ميراثي أجدادي فأنا أكون تخليت عن نفسي فأكون فقدت ما يكسبني هذه العروبة نعم فبالتالي أرى أن الإنسان العربي هذا شيء ملازم عروبتي تقتضي هذا الشيء باختصار أحسنت أحسنت خليل عروبتك وصحراويتك وشعرك يحثنا على الاستماع نود قصيدة تفتتح بها هذه الحلقة اقرأ علينا ما تحب أنا أعتقد طالما لا بأس لك أن تمسك بالورق نعم طالما أنك أحراش سني إنه أحراش حميد لكن لا بأس مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثل أيضا نموذج القصيدة الشنقيطية التقليدية التي تبدأ بالمقدمة الغزلية الطلل والنسيء ومن ثم الذهاب إلى الموضوع القصيدة تقول حرق القلب حرق القلب يا سعاد سهادي وحنيني إليكم وبعادي ليس ذا الحب إن صدقت بحوب فاتق الله فاتق الله في قديم ودادي حسبك الله يا سعاد كفيلا ورقيبا على قلوب العبادي تيمتني بنظرة وابتسام وتجاف عن اللقاء وعنادي غير أن الهوى لخير معد لجواد ينمى لخير جوادي يا سلام أعلن الحب للمشفع طاها وعلى الله يا سعاد اعتمادي عطر الدهر من شمائل طاها واسك بالراح في كريم المدادي يعلم الله ما نكثت بعهد لحبيب ولا بخلت بزادي رحمة الله نعمة منه فضل يسعد الكون في هدى ورشادي يا سلام حسبك الدهر حسبك الدهر بالقرآن شهيدا لرسول أتى بكل مفادي حسبك الدهر بالقرآن دليلا وبيانا لحكمة وسداد يا بشيرا ومنذرا وسراجا ومنارا لخالدات المبادي يا كريما هدى لخير سبيل نحن طرا في ذاك نحن طرا في ذاك يا خير هادي قد هدى الله بالأمين سراتا خلد الحق في القرى والبوادي فتمادت على النبي تتالى نفحات من آي وحي شدادي أعرب الكون عن قدومك طاها كل صنف من ناطق وجمادي أمة الحق والقرآن سلام من مشوق إلى عهود الجهادي وكمات من آل فهر سرات ليس فيهم عن الوغى من مذادي وسرات من آل قيلة غر قد أعدوا سيوفهم للجلادي يوم بدر وخيبر وحنين ووهاد من مكة ونجادي نحن أهل القرآن أمة طاها فلماذا نعيش عيش الحذادي يا الله قدسنا اليوم يا شفيع مزاد دسه القوم في ذناي المزادي قدسنا اليوم يا شفيع تنادي هل لعمر وخالد من تلادي ليس للغرب فاعلموا من بيان أفلس القوم أفلس القوم قوم هود وعادي من يظاهر عدونا فعليه لعنة الله والخطوب العوادي هذه يا شفيع عرس تهادا هذه يا شفيع مجددا هذه يا شفيع هذه يا شفيع عرس تهادا في دلال إليك أي تهادي تستب القلب ما بها من معاب في بيان ولا قبيح سنادي وصلاة على النبي شذاها يعبق الدهر ما له من نفادي ثم آل وصحبه من سرات وهدات قفوا سبيل الرشادي وهدات قفوا سبيل الرشادي وأنا بهم من هدات الخليل محفوظ أنداش الشاعر الموريتاني الجميل وللجمهوري حق الحكم أنك شاعر لا متشاعر كما توضعت كثيرا ووصفت نفسك فهذا الوصف لا يليق بك وإنما أنت شاعر وشاعر مفلق هذا رأيي كمتذوق ومتلقي لا رأي ناقد إذا أردنا أن أتحدث عن التراث الشاري في موريتانيا وما يميز القصيدة الموريتانية لك أن تتحدث بما تحد القصيدة الموريتانية من سمات القصيدة الموريتانية وخصائصها أنها موغلة لا أريد أن أقول التقليد لكن في التمسك بأصالة الشاعر لكنها هي مرآة للقصيدة العربية الأصيلة ولهذا أسبابه العزلة الجغرافية فأنت كما تعلم هذا الحيز الجغرافي الذي يسمى اليوم موريتانيا أو الجمهورية السلامية الموريتانية أو المنكب البرزخي كما كان يسمى قديما فهو منكب برزخي هو فيه عزلة محاط بالمحيط الأطلسي وبجبال أدار ووادي درع شمالا مثلا وبالصحراء الكبرى في الشرقي والشرق ومن الجنوب بنهر السينيقال هذا الحيز الكبير كان في عزلة هذه العزلة جعلته يحافظ على ثقافته وتراثه الموروث من الأصل الذي هو القصيدة العربية الجاهلية حافظ على لغته صافية وعلى لغته صافية فمثلا المنطقة كانت نحن كما نعلم مستعمرة فرنسية نحن في الشمال المغرب والجزائر مستعمرات فرنسية والجنوب كذلك السينيقال ومالي في الجنوب والشرق كل هذه الدول تأثرت بالمستعمر الفرنسي وبلغته إلى حد ما فأربا ضارة نافعة هذه العزلة والبداوة جعلت المجتمع الموريتاني يحافظ على نقاء لغته وعراقة ثقافته فلم تتأثأل لم يكن هناك طلاب يرتهدون المدارس الفرنسية مثلا الشحب كان يعيش في صحرائه لم تدخل مفردات دخيلة على اللغة ظلت لغة صافية نعم إلى حد كبير إلى حد كبير جدا وبالتالي هذا قد يكون قد يبرر محافظة القصيدة الموريتانية على نقائها وصفائها وعلى شكل القصيدة العربية الأصيلة لا شك أنه في مراحل لاحقة وفي أزمان لاحقة تطورت القصيدة الموريتانية مع الانفتاح إلى المشرق صار هناك تطوير عندك مثلا شاعر موريتاني وهو عالم مشهور شيخ سديا محمد شيخ سديا وهو شاعر كبير جدا وعالم يقول يا معشر الشعراء التجديد هنا في هذه الأبيات نوع من كأنه يشرأ إبو إلى التجديد يقول يا معشر الشعراء هل من لو ذعي يهدي حجاه لمقصد لم يبدعي إني هممت إني هممت بأن أقول قصيدة بكرا فأعياني وجود المطلع يا سلام كأنه يقول أريد أن أبدع أريد شيء أن جديد بكرا فأعياني وجود المطلع فكأن وكأنه يريد أن يقول أن الانتاج الشعر وقتها ينصب في بوتقة واحدة المقدمة الطللية الكل أتاب مقدمة طللية فهذا كأنه يشرأ إبو إلى الإبداع يتطلع إلى شيء جديد في المرحل اللاحقة صار هناك تأثر بالمشرق صارت هناك مضامين جديدة في البداية كانت القشدة الموريتانية تتناول الأغراض الشعرية المعروفة من غزل ونسيب مدح مدح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هناك شيء أنا أسميه الشعر الوظيفي وقد تكون هذه بدعة أدبية أنا ابتدعتها لكن لأنه الذي قصدته بفكرة الشعر الوظيفي بالضبط الخليل نعم أغراض وظيفية أغراض مثلا للتدريس وهو ما نسميه الأنظام هذا أيضا من الأشكال التي جعلتكم تحبون اللغة العربية من الأشكال الإبداعية التي جعلتكم تحبون العربية وتتشبثون بالشعر أكثر نحن أنا سأقول لك أن بعض العلماء عند العلماء شرعيون أفتو أفو خذ راحتك لا بأس أفتو بماذا؟ العلماء محمد المثال المتالي هذا علم مشهور جدا يقول تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة الجليل يا سلام يأخذ ذا من قوله وعلم آدم الأسماء لزم التعلماء يقول أن تعلم اللغة العربية أفضل من التخلي للعبادة أفضل من النوافل ويقول أنه أخذ هذا من الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم لماذا؟ بماذا فضله عليهم ليس لعبادتهم ملائكة منهم أكتعا لا يقومون وسجدا إلى آخر لكن بفضل العلم ثم لأن تعلم العربية سيقود بالنتيجة إلى عبادة سليمة وصحية وهو كذلك بالضبط بالضبط فإذا نرجع للشعر الوظيفي أو القصيدة الوظيفية مثلا أنا سمعت قد لا يكون الإسم دقيق جدا هو مثلا لأنظام مثلا نحن في موريتانيا نستخدم الرجز بحر الرجز نحن نسميه حمار الشعراء بكرم السامعين لسهولته الكل يركبه مثلا في طواتنا العربي ليس كل من هب ودب قد يمتطي جوادا طبعا ولا يستطيع أن يركبه جملا للطبع هذا صحيح لكن الحمار عزكم الله الكل قادر على ركوبه فنحن نسمي الرجز حمار الشعراء فهذا البحر لبساطته وسهولته نستخدمه فيما أسميته أنا تجاوزا وتجوزا الشعر الوظيفي لسهولته فنحن نستخدم هذا الشعر كآلة ووسيلة تستخدمونه قالبا من أجل تسهيل بعض الأفكار بعض الألوب نعم تحبيب الطلاب بعلوم معينة نعم أعطينا نماذج لو توفر لأنه أسهل للحفظ مثلا قد نستخدم الشعر أنت لما تدرس نصا نذريا جامدا سيعييك حفظه وحفظ القواعد فأعطيك نماذج مثلا في علوم القرآن الكريم لما تدرس قواعد المقرأ كيف نقال القرآن الكريم حكم البسملة حكم الاستعاذة إلى آخره في مقرأ الإمام نافع يقولنا قالون بين السورتين بسملة القول في استعمال لفظ البسملة والسكتو المختار عند النقلة قالون بين السورتين بسملة وبارشون الوجهان عنه نقل إلى آخره في رسم القرآن الهدف تبسيط الفكرة تبسيط تستحفظ هذا وتعرف القاعدة مثلا في القرآن الكريم نحن نعلم أن رسم القرآن الكريم أي خط القرآن الكريم كتابة القرآن الكريم لا تنضبط بضوابط الإملاء العربي المتعرف عليه لدينا في المدارس نعم فالقرآن الكريم نحن نكتبه كما هو مكتوب في المصحف العثماني بالخط العثماني في أغلب الأحيان نعم فمثلا كلمة امرأة عندنا في اللغة العربية تكتب بتاء مضمومة أليس كذلك صحيح كلمة العربية امرأة تكتب بتاء مضمومة في القرآن الكريم كل لفظ امرأة تكتب بتاء مبسوطة إلا في موضعين فأنت كيف تحفظ القاعدة أقول الشاعر مثلا وكل مرأة تمد رجلها إلا التي خافت مشوزة بعلها ومرأة مؤمنة إن وهبت إلى النبي نفسها كما ثبت ما معنى هذا الكلام وكل مرأة تمد رجلها قصدنا أنها تكتب بتاء مبسوطة تاء ممدودة إلا التي خافت مشوزة بعلها يشير إلى الآية يشير إلى موضع الآية 128 نعم وإن مرأة خافت بعلها نفوزة نوع إعراضة فهذه مرأة بالذات في هذه الآية الآية 128 في هذا الموضع مكتوبة بتاء مربوطة نعم وكل مرأة تمد رجلها إلا التي خافتها ومرأة مؤمنة إن وهبت إلى النبي نفسها كما هبت أي في هذا الموضع فقط نكتوبها بتاء مربوطة يشير الآية في سورة الأحزاب ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي مثلا فهذا شيء من تبسيط العلوم أذكر في اللغة الفرنسية مثلا حسنا ننظم بعض القواعد في اللغة الفرنسية قواعد في اللغة الفرنسية تستخدمون بحرا عربيا وشعرا عربيا لتبسيطها على من يدرسنا الفرنسية لأننا نحن نرى أننا عرب أنا لا مانع لدينا في تعلم اللغة الفرنسية وأنا درست باللغة الفرنسية وأتكلم لغة الفرنسية بطلاقة وأتكلم لغة أنا لا مانع ديني ندرس لغات الأجنبية أبدا مطلقا لكن أيضا سأحاول أن أقرب المعنى سأربط جيلي وأبناء ثقافتي بلغتهم هذا نشأ عربي نحن نقوي فيه ملكة اللغة العربية ونربطهم نريهم أن اللغة العربية قادرة على استيعاب كل شيء نعم قد نستوعب اللغة الفرنسية بلغة عربية أعطنا نموذجا بسيط في قواعد في الجمع باللغة الفرنسية نضيف كلمة S في نهاية الكلمة المفرد نضيف له S وذي الأس غالبا لا تنطق في الكلمات التي تنتهي بحرف A وال L اللي هو بالانجليزي A وال L هذه الكلمات عادة في جمعها تقلب إلى وو مفخمة O نضيف عليها حرف U X بالفرنسي وتصير مثل مثلا إذا قلنا مثلا animal الذي هو حيوان الله أعزكم عند جمعها لا نضيفه S كما تشير القاعدة بل نقول animal نقول des animal مجموحة الحيوانات كيف نظمتوها في الرجل يقول لأن L في قولهم تنهجم لأن أي أي في قولهم تنهجم كقولنا in animal des animal وتوجد كلمات تنطيبها التي تشذ عن القاعدة وشذ كرنفال وفيستفال وبال وشذ وكذا الشيكال وهذه الكلمات الأربعة الشيكال أظن بعضهم أننا نلقي تعويذتنا الآن ليتك توضح المعنى القليلة كرنفال اللي هو كرنفال باللغة الفرنسية التليمجيزية كرنفال تنتهي بها لكنها تشذ عن هذه القاعدة وكذلك فيستفال الذي احتفال احتفال نعم أيضا تنتهي بها لكنها شاذة عن القاعدة فهو أعطانا القاعدة وأعطانا الكلمات الشاذة عن القاعدة جميل لضبطها جميل جدا يا الخليل أعطنا قصيدة جديدة يا الخليل نريد أن نسمع منك جديدك الآن لا بأس بالدعاية أو الدعاية لا هذا كنت أو اقرأ ما تغيب إذن سأقرأ قصيدة في الغزل تفضل وهي كتبت كما قلت لك القصيدة الموريتانية كغيرها تناول كل المضامين التي تناولها الشعر العربي هاتي نرى القصيدة تقول رأيت البدر يطرق في خشوعي جميع خجولا من وجودك بالربوع أحقا قبل وجهك كان بدر وهل للبدر قبلك من طلوعي سطوع جبينك الوضاء نوري يذيب القلب ذوبان الشموعي فيحفظ نورك الزاهي فأن سطعت فما لغيرك من سطوعي خضبت الكف خضبت الكف فمهلكتي فذارت قريحة شاعر صب قنوعي جميع بحن بحن أخضعت قلبي وإني لأعهد قلبه صعب الخضوع يا سلام فطيف هواك يأتي في هجوعي ويأتي في السجود وفي الركوع عشقتك راغبا ورهبت عشقا فقلبي في علو أو وقوعي يتيه إذا ابتسمتي رضا وفخرا وإلا فانظري سيلة دموعي وأقرأ طالعي في لمح ثغر ينير جوانحي حين الطلوع يا سلام وهذه الجوانح التي نستنير بها عند الطلوع تفرض علينا استراحة قصيرة الآن حتى يظل الشروق أبديا لا ينقطع مشاهدين الكرام نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل تبقى معنا مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نيلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأنظول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي حياكم الله عزيزينا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم مجددا لمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الأستوديو والشعر الموريتاني الجميل جدا والعزيز كذلك على قلوب من يحبون موريتانيا الخليل محفوظ أنداش الخليل إذا أردنا نتحدث عن الكتاتيب فالحديث طويل ولكن قبل ذلك دعنا نذهب إلى قصيدة لها وقع خاص وأثر كبير في نفسك ربما تتحدث فيها عن والدك نعم رحمه الله الله أرحمه رحمة الله نعم هذه القصيدة كتبت بأدمعي ودماني أنا وصلني خبر وفاة الوالد كنت على جناح سفر وقتها نعم واصبت بنوع من الصدمة كتبتها بعد أربعة أشهر من وفاتي أو أكثر هي عبارة عن خلاجات نفس الوالد الله يرحمه كانت له سمعة طيبة في البلد والقبيلة رحمه الله فهذه القصيدة وقد تكون شهادتي مجروحة في أبي لكن القصيدة تقول أفاضل أسى دمعي أفاضل أسى دمعي وكنت أخى صبري ولكن دهتني اليوم قاصمة الظهر يا الله ذوى جبل النور ذوى جبل النور الذي أهتدي به فأحلكت الدنيا إلى أبد الدهر كأني إذ قد جاءني نعي والدي أقاسي كما العصفور في لجج البحر ويزداد حزني كلما قلت ليتني بقربك لم أرحل لبر ولا بحري يا الله أقول ألوم الدهر أقول ألوم الدهر ويحك خائن أما لي أراك اليوم تمعن في غدري أبي أبي من له سهم الردى قضى مضجعي وغادر مني القلب يصلى لضى الجمري أبي أبي موئلي حصني الحصين وناصحي أبي ساعدي مأواي في العسري واليسري لقد كنت لي ركنا شديدا وللملاء بمن ذا نلوذ اليوم يا منتهى فخر يا الله فمن ذا لمكروب فقير ومرمل ومن لقير الأضياف في غبش الفجر ومن ذا يرجي الناس نعماء بذله ومن يشمل الدنيا بهتانه الغمر أبي أبي عشت محمود السريرة راشدا سريعا إلى الإحسان والخير والبر نصيرا لمظلوم مجيرا لخائف وهوبا إذا ما القوم خافوا من الفقر وإذ خانني فيك الردى بسهامه وأضرم نارا في الجوانح والصدر أصبر قلبا ذاب أصبر قلبا ذاب من هول رزئه وإن كان هذا الرزء جل عن الصبر عليك سلام الله يا خير والدي ورحمته تترى على ذلك القبر ورحمته تترى على ذلك القبر كان التأثر جليا وواضحا في ملامحك وكذلك منبعث من قلبك ومن الجميل أن يتذكر الواحد أباه بمثل هذه القصيدة خصوصا إذا ترك له أثرا طيبا وسمعة يعني يمشي مرفوع الرأس فيها أمام الناس وفي وسط الجموع وهو صاحب اليد الأولى التي أمسكت بيمينك أو يسراك وأخذتك إلى الكتاب من أجل حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية الصافية عن فكرة الكتاتيب وكيف أن الآباء في موريتانيا يعني مهتمون كثيرا بهذه التنشئة التي تعد فرض عين لا فرض كفاية في موريتانيا تفضل يا الخليل نعم فكرة الكتاتيب عندنا نحن مجتمع ينظر في التكلم عن الغالب العام والبيئات المتعلمة تنظر إلى أن العلم هو أساس كل مجد نعم فأنت قد تكون تريد لطفلك أن يكون دكتورا عسكريا طيارا مهندسا لكن عليه أن يدرس في هذه الكتاتيب نعم لا مناصة من الدراسة فيها فالمجتمع بشكل عام يرى أن الظفر والفوز والمكان الاجتماعي لا تتأتى إلا بولوج هذه الكتاتيب أو المحاضر والنهل من معينها يا سلام فبالتالي كما قلت السؤدد والرفع لمن تخرج من هذه المحاضر لمن يشار لفنانا هذا درس في المحضرة الفلانية هذا عالم هذا حافظ هذا يطقن كذا هذا المحضرة ذاتها الكتاتيب نعم الكتاتيب لا تسمون عندكم كتاتيب نفسها المحضرة لكن المحضرة قد تكون أشمل وأوسع لأن المحضرة وسأعطيك نموذج المحضرة هي كأنها جامعة حرفيا لأنها تدرس علوم مختلفة عندكم في المشرق أو هنا في المشرق العربي الكتاتيب غالبا تخصوا بتدريس القرآن الكريم حصرا علوم أو هكذا أتصور فالمحضرة وسأعطيك نصا لأحد خريجي خذنا إلى المحضرات هذه المحاضر هي جامعة فهذا الشيخ سيديا محمد للشيخ أحمد للسليمان يقول يحن إلى المحضرة فيقول في حنينه فمن لي بفتيان كرام أعزة يكونون أصحابي وأصحبهم دهرا يخوضون في كل العلوم بفهمهم فهذا بذا أدرى وذاك بذا أدرى يا سلام يا سلام ومن كاتب قفا طويلا وكاتب علوم أصول الدين يجعلها ذخرا ومن كاتب قف بالديار وكاتب ألاعم صباحا أو قفا نبكي من ذكرى يا سلام ومن قارئ بان الخليط ومنشد خليلا يمر أو سمالك إذ يقرى ومن منشد يشد بأحسن صوته خليلا يغضى أو تذكرت والذكرى ومن منشد إن الخليط ومنشد دعا باسم ليلى أو إذا مضار الحمرى ومن معرب يرمى فيعرب كلمة من البيت إذ يرمى ويسقط في الأخرى يا سلام فمن قائل تلك اسم كان أو اسم لا ومن قائل تلك اختصاص وذي إغرى ومن قائل تلك اسم فعل وقائل لقد حاز هذا بالمجاورة الجرى ومن كاتب علم البيان ومقرئ لكاتبه الإنشاء والحذف والقصرى ومن قارئ علم البديع ومظهر لقارئه التدبيج واللف والنشرى ومن كاتب عكسا نقيض موضحا لكيفية الصغرى وكمية الكبرى ومن كاتب علم الحساب بخطه إذا خطه قالوا له زد هنا صفرا يا سلام ومن جائب عيشا كثيرا لقومه ومن جائب لحما ومن جائب تمرى فهذه القصيدة تعطيك نموذج عن الحياة في المحضرة تختصر لك المنهج العلمي للمحضرة فهو أشار إلى بعض القصائد العربية العلوم التي تدرس في المحضرة فمن قارئ انبان الخليط ومن خليل المرة وسمالك شوف ومن اللوازم كذلك الخليل عندكم حفظ ألفية ابن مالك وأيضا لا أعلم إن كانت من التندر تشاع مثل هذه القصص أم أنها حقيقية يقال إن بعض العائلات في موريتانيا لا تزوج أحيانا بعض الشباب الذين لا يحفظون من الشار ولا يعرفون العربية جيدا نعم نعم هذا أعطينا نماذج وإن كانت طريفة مثل هذه المواقف تحصل في بلادكم هل هذا فعلا يحصل نحن عندنا فيها أشياء حتى مثلا تدرك مدى اهتمام موريتانيين بالشار نعم وبالثقافة العربية وبالعلوم المحضرية في عالم موريتاني كان في رحلتي إلى الحج أسمه لمجيدري ابن حب الله وقد تجد الاسم غريبا لكن دائما المشارقة يتندرون على أسمائنا أنها قد تكون غريبة إلى حد ما وغيرها فالمجيدري هي صفة تصغير المصاب بالجدري أي مجدور إنسان مصاب بالجدري فهي صفة وليست اسم المهم هذا العالم وحب الله هي كما تقولون دلع لحبيب الله يا سلام كان في رحلته إلى الحج وهو عالم مشهور ومر في طريقه بمصر وبالمغرب وهذه كانت حواضر علمية وقتها هو عاش في القرن الثامن عشر تقريبا وحصلت بينه مناظرات مع علماء مصر بعض علماء في المشرق هذا العالم أرسل رسالة إلى أمه مع بعض القوافل التشارية ومع شخص يغمز في أمانته نعم ليس مشهورا بالأمانة فقال له مع رسالتي أوصل هذه الرسالة لأمي وكتب لها سلام بزيادة لام ماء إلى لامه وخبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه وإياك نعبد وإياك نستعين هذه طلاسم قد تبدو لك طلاسم رسالة مشفرة لا معنى له هي مشفرة وهي كذلك فهو في هذه الرسالة يخبرها بمضمون ما أرسله لها مع هذا الشخص إن هذا الشخص مغموصا في الأمانة فلما أوصل إلى هذه الرسالة قرأت قالت له وإين الأغراض التي ترسله عن أي أغراض تتحدث قالت له السلهام السلهام هو ذوب مثل العباءة مصمت وغالبا يكون له غطاء للرأس يشتهر في المغرب العربي نعم سلام بزيادة لأمي أين السلهام وأين الزربية تعرف الزربية أو الزرابي نعم والعبد والتسعونة دينار ويحب أساحرة أنت كيف عرفت جميل سقط في يدي رسالة مشفرة في خفايا ومضمون النص يفهم اللغز سلام بزيادة لامي ماء إلى لامه لام ماء ماء كلمة ماء تجمع على أمواه ومياه ولامهاه وحرف الهاء فقال سلام بزيادة لامي ماء إلى لامه فلام ماء هو حرف الهاء أضيفه إلى لامي السلام فتصير سلهام سلام بزيادة لامي ماء إلى لامه عبادة لام أضيفه إلى لامه سلام بزيادة لامي ماء إلى لامه وخبر كأن في قوله ترديت إلى آخر كلامه فقالت له راجعت كل ما أحفظه من شعر العربي ولم أجد بيتا يبدأ بترديتا وفيه كأنه إلا قول الشاعر ترديت من أعلام جمل كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد يا سلام فخبر كأن هنا زرابي ونفتها زربية فعرفت أن هذا ما يقصده قلت له كل ما محفظاتي من شعر العرب فلما أجد بيتا يبدأ بترديتا وفيه خبر كأن وتسعون دينار نعم وتسعون دينار قلت له قلت له إياك نعبد وإياك نستعين وقلبتها في ذهني فلم أجد لها معنا فعرفت أنها مصحفة والتصحيف هو إبدال نقاط الحروف فحذفت نقاطها فعرفت أنها فقلبت نقاطها فوضعت أنها أتاكي بعبد وأتاكي بتسعين يا سلام أي تسلم وهكذا فكت الشفرة فعلا نعم أعطنا قصيدة جديدة قبل أن نتوغل أكثر مازلنا في المحورة في حب ماريتانيا وثقافة أهلها مازلنا في المحورة أيضا سأقرأ أبيات أو قصيدة للشاعر شيخ سدي محمد تقصد هنا محمد بلد الطلبة أم غيره لا ليس محمد الطلبة تقصد غيره نعم هذا السيد محمد بن الشيخ سيدية وهو عالم من أسرة علم ومشيخة مشورة جدا وله قصائد شراء هو المجدد هو صاحب البيت الذي ذكرت في مقدمة الحلقة هو الذي يقول وَكَمْ سَامَرْتُ سُمَّارًا فُتُوًّا إلى المجد تمو من محتديني يا سلام هنا يشير الحياة في المحضرة سمر الطلاب في المحضرة زدنا قرأ علينا قصيدة كاملة وَكَمْ سَامَرْتُ سُمَّارًا فُتُوًّا إلى المجد تمو من محتديني حووا أدبا على حسن فداسوا أديم الفرقدين بأخمصيني أكبر أذاكر جمعهم ويذاكروني بكل تخالف في مذهبيني كخلف الليث والنعمان طورا وخلف الأشعري مع الجوين وأوراد الجنيد وفرقتيه إذا وردوا شراب المشربين وأقوال الخليل وسيبويه وأهلي كوفة والأخفشين نوضح حين تلتبس المعاني دقيق الفرق بين المعنيين يا سلام وأطوارا نميل لذكر دارا وكسر الفارسي وذير عيني ونحو الستة الشعراء ننحو ونحو مهلهل ومرقشين وشعر الأعميين إذا أردنا وإن شئنا فشعر الأعشيين ونذهب تارة لأبي نواسي ونذهب تارة لابن الحسين فالقصيدة تعطي انطباع عن هذا الصرحة العلمية الفاخر عن التشبس أيضا بهذا الموروث نعم وعدم الانسلاخ منه نعم فهذا الطلاب تلما تسمع قد تظن أنها جامعة نناقش وصول الفقه نناقش الخلاف المذهبي بين أهل الكوفة وبين الأشاعر وغيرهم نلاحظ خلاف الفقهي بين الليث والنعماء نلاحظ جمع الكثير من القصص والكثير من المواريث نعم أو الموروثات العظيمة نناقش لديوان الشعراء الستة قد تخيلها جامعة بينما هي طلاب في أخصاص أو في هكذا هي المحظرة إذن عندكم نعم تتجاوز فكرة الكتاب أو فقط تعلم كتاب الله عز وجل وإن كان هذا من الأساسيات إلى ما هو أبعد من ذلك تعلم الشار العربي أو زانه وكذلك ربما تعلم الكثير من العلوم وشتى أنواع العلوم والتراجم يعني هي جامعة كما تفضلت كلمنا قليلا عن شعراء يستحقون في هذه الدقائق المحدودة والمعدودة المتبقية أن نتكلم عنهم محمد ولد الطلبة مثال أو نموذج محمد ولد الطلبة هذا شاعر كان يقال عنه عربي أخره الله هذا شاعر لماذا لكن هذه بالذات كان يعيش عيشة العرب القدامى حتى في عصره حتى في عصره كان يعيش هائما في الصحراء وهذه من الأشياء التي يجب أن نشير إليها أن البيئة الموريتانية قريبة جدا من الجزيرة العربية نعم فيوجد تحقيق لديوان هذا الشاعر أيضا يشير إلى هذه النقطة فالقبة السماوية لما تسير ليلا في صحراء موريتانيا كأنك تسير في نجد حتى أن الترحال والسفر والتسفر كان كثيرا ما يحصل ما بين الجزيرة العربية وما بين أرض موريتانيا أو أرض شانكيت لكن البيئة هي هي فأنت لما تسير في تيرس أو بين تيرس هذه مناطق موريتانية كما لو أنك تسير في نجد كما لو أنك في نجد تماما في الجزيرة العربية فالشعر كان متأثرا جدا بالشعر له قصائد مشهور له قصيدة يعارض فيها ميمية حميد بن ثورة الهلالي وهو شاعر مخضرم تسير التي يقول في مطلعها الميمية المنصوبة نعم لا هيما مما لقيت وهيما ومحال من لم يلقى منه النويحما ماذا قال؟ هذا قال محمد تأوبه طيف الخيال بمريم فبات معنا مستجنا متيما تأوبه بعد الهجوع فهاضه فأبدى من التهيام ما كان جمجما لطاف بها حتى إذا النفس أجهشت وأبدت بنانا لخضيبا ومعصما ووجها كأن البدر ليلة أربع وعشر عليه ناصلا قد تهمما تولى كأن اللمح بالطرف زوره وكان وداعا منه أنه وسلم فمن ذا ولا من ذا رأى مثل زوره ومثل الذي بين الجوانح أضرما يا سلام ما هذا المعنى الجميل فبات الهوى يستن فبات الهوى يستن بي هيجانه فأسدى بلبي ما تبقى وألحم وبت بهم لا صباح لليله إذا ما حداه الصبح كر ودوما فقلت أما للليل صبح كما أرى أم الصبح هيج أم الصبح مما هيج الطيف أظلما بلى كل ليل مصبح غير أنني أرى الصبح يا للناس للصبح أنجم ألا يخلي لن يرحلا وتيمم بنا حيث أمسى رائد الضعن يمم فكيف القرار بعد ما قيل يممت مرابعها بالحو أضعان مريم يا سلام ضعائن يهديهن في كل نشعة من القوم مئناف إذا هم صمم إذا هم صمم يا سلام القصيدة طويلة جدا تربع على المئة لكن اكتفيت منها بهذا النمونج من الغزل وأيضا قد نعتبره شاهدا على الأغراض المتداولة في الشعر الموريتاني التي مثلا المحاكات ومعارضة فهنا يعارض حميد بن ثور الهلالي وله قصيدة أخرى أيضا يعارض بها الشماخة بن ضرار نعم فالمعارضة من الأغراض الشائعة جدا في الشعر الموريتاني والقصيدة الموريتانية لكسب الوقت لكسب الوقت لأنه لم يتبقى إلا دقائق معدودة عن حب فلسطين في الشعر الموريتاني وربما أيضا تستشهد بشعر أحمد ولد عبد القادر أيضا نعم فلسطين حاضرة في الوجدان العربي نعم ككل ومن الطبيعي جدا أن تجد هذا الحضور وأن نلمسه في الشعر الموريتاني أعطنا زدنا من الشعر كانوك متمسكين هذا أحمد دول عبد القادر يقول في الجماهير تكمن المعجزات في الجماهير في الجماهير تكمن المعجزات ومن الظلم تولد الحريات ومن الليل سابحا في الدياج مدلهما تحفه الظلمات ينبع الفجر مشرقا في الأعالي تتخاذا بدربه النسمات ومن العسف في فلسطين قامت ذورة الفتح يفتديها الأبات مكثت في النفوس عشرين عاما تتعاطى لهيبها الكلمات يا صلاة ثم أضحت على صعيد الليالي ضربات تشدها ضربات ورصاصا يجول قصفا وضربا وتلاشى النحيب والزفرات دير يا سين ما نسينا دمانا في ربانا تدوسها النظرات دير يا سين ما نسينا عظاما نسفتها الرياح والهبوات جرحتنا مخالب الدهر يوما وتلاقى على ربانا الغزاة واعتمدنا على سوانا زمانا ولهتنا الدموع والحسرات غير غير أننا قد انتفضنا وذرنا ذورة لا تردها الفتكات حلف الدهر أن نسير بنصر واعتزاز حتى يزول الطغاة نحن شعب قد صلبته المآسي سهرته الآلام والنكبات نسكن النار نسكن النار لا نبالي لغاها زادنا العزم والإبا والثبات نتلقى الشهيد عزا ونصرا والضحايا توديعهم حفلات ونغني للموت بل ونراه في سبيل الحياة ونغني للموت بل ونراها في سبيل الحياة هي الحياة ونغني حتى الجراح تغني في الجماهير تكمن المعجزات في الجماهير تكمن المعجزات وفي مثل هذه اللغة تظل العربية معجزة كل عصر الشاعر الموريتاني الجميل الخليل محفوظ أنداش شرفتنا في هذه الحلقة مر الوقت سريعا ونرجو من الحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار هذا اللقاء مرة أخرى ونحن نتشرف سرعة جدا بلقائك وأبارك هذه الجهود التي تقومون بها في هذه البلد في هذا الواحة العربية في كل هذه صحراء العجمة إن أمكننا أن نقول شكرا لما جئت لهذه البلد وأنا قادم إلى الاستيديو تذكرته قولا المتنبي مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان يا سلام ولكن الفتاة العربية فيها قريب الوجه واليد واللسان لكنكم أنتم لن نكون غربا هجمتم هذه الغربة وشعلتم لنا دوحة بأن تلك لن نكون غربا نفخر بها ونتسامر في ظلها وفي كنفها شكرا لك الخليل أنداشا الشعر الموريتاني الجميل مشاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطلب التمنيات دائما كونوا في سعادة وفصحة لا تنازل عنها ولا تبديل في أمان الله اشتركوا في القناة